بل نقول ما شاء الله القائل أأمنتم من في السماء فقولنا في السماء لسنا نحن الذين شئنا ذلك بل الله عز وجل أولا يا أخوان رأيت لعبد الآدر اليوم وجدت له كلاما أثناء كلامي يقول التوفيق من السماء من عند الله ثم قال الآن سوف ينكرون على قولوا ما شئتهم من عجاب التوفيق الإلهي أنك تهتم بالقضية وتحتار لها وأنت تبحث عنها فيأتيك الجواب من حيث لا تحتسب يعني الإجابة الإلهية هذا توفيق من الله جل جلاله لأن التوفيق يأتي من السماء سيسي وهاد يقول إذن معت الله في السماء قولوا ما شئتهم التوفيق يأتي من السماء والإخلاص يصعد من الأرض يعني ما الذي يصعد من الأرض لا يصعد إلا شيء واحد هو الإخلاص ما الذي يهبط من السماء هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى الله أكبر فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يا من تقولون لا 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 نحن نرفع إدينا إلى السماء لأنها قبلة الدعاء ولأنها مهبط البركات آه هيك لكان طيب لماذا كتبكم الصوفية تقول كان فلان كان لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله إذا كانت السماء قبلة الدعاء كيف تستحيوا من أن ترفع أيديكم ورؤوسكم إليها إذا كانت قبلة الدعاء تفاضل يا سيدي هذا عبد المنعم الواسطي كان لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله ثم يتيك أحمق أشعري يقول لك الله مقدس عن أن يقال أنه في العلو أنه في السماء تبليش هو قال أنه في السماء إذا كان مقدس عن أن يكون في السماء لماذا قال أنه في السماء ضربة في الصميم الضربة الأخرى أنه تورط وتلعثم وقطع كلامه وقال الآن سوف ينكرون علينا أقولوا ما شئتم مش أنه بس قولوا ما شئتم لا سوف نضحك الناس عليك ونكشف أنك جحدت ما استيقنت به نفسك كما قال الله عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فأنت فضحت نفسك واعترفت بأن التوفيق من عند الله ينزل من عند الله من السماء إليكم ضربة في الصميم وراك وراك على كل حال هذه عقيدة السلف وإلك عندنا هدية يا عبدالقادر الهدية هي كلمات من الحارث المحاسب في كتابه العقل وفهم القرآن يثبت في كتابه هذا أن الله مستوى على عرشه فوق سمائه بذاته بذاته عبدالقادر شوف شوف كحل عينك عبدالقادر كحل عينك شت كيف أيوة تفتح عينك مظبوط اقرأ أيوة مش بس هيك حتى هذه عقيدة أبي الحسن الأشعر يقول لك عبدالقادر لك تفرج عبدالقادر شوف كحل عينك بكتاب رسالة أبي الحسن إلى أهل الثغر يقول فيها أن الله على عرشه فوق سماواته دون أرضه وعبدالقادر شو بيقول عبدالقادر بيقول نعم الله في السماء لكن يعني علو منزلة مش علو حسي هل تعتقدون بالعلو الحسي يا جهمي وإذا ما عجبك الحارث المحاسبي خلط من رجعك لشيخك أبي الحسن الأشعري الذي صرح أن الله أعلى عرشه فوق سماواته دون أرضه وقال مثل ما قال الحارث المحاسبي في كتابه الإبانة عن أصول الديانة ما يلي تفضل كحل عينك مرتين يا عبدالقادر في قول فرعون ياها ما نبلي صرحا لا علي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبة كذب فرعون موسى في أن له ربا فوق السماء فأنت على مذهب فرعون في تكذيب موسى الله أكبر وهكذا دأب منكري العلو دائما لأبد أن ترى في حركاتهم وفي فلتات لسانهم ما يجعلهم يخالفون عقيدتهم شوفوا الإباضية رأس التجههم وتعطيل صفات رب العالمين انظروا كيف يعترفون من وقت لآخر بأن الله في السماء شاهده ولا يعنينا أن يلعني هؤلاء هؤلاء يعنينا أن يرضى الله عني إن شاء الله يكمنون بالغيب يشهو الغيب مش فقط الملائكة يا إخوان الغيب في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى أول ما يصدق عليه اسم الغيب هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى لك استحية أشعري ولو انسيت أنك تنزه الله عن الجهة فضيحة ولكن هل بقي الناس على الإيمان بالله واليوم الآخر كما جاء في الإيمان بالله وحتى الذي يترجم لأحمد الخليلي بلغة سموها sign language interpretation لغة الإشارة إذا ذكر الخليلي اسم الله رفع المترجم أصبعه إلى فوق أراجع القرآن وإذ برجل نصب قدمميه لله لن ورفع يديه للمولى وبدأ يدعو يقول أكثر من ساعة يرفع إليه إلى الله ويمكي ربي إن كان ما نطلبه كبيرا فأنت أكبر فغاب عني معنا من معاني المعرفة بالله بأن الذي خلق هذه القوانين قادر على خرقها أما من يكذب على الله عز وجل ويجوز لك أن تتوسل به إلى الله الخالق لا يحل في المخلوق تركنا ما نشاء لما يشاء لا يوجد نهائيا أي فرق بين الله عز وجل وبين أهل البيت إلا هذا الفرق أنهم عبادك وخلقك وآخر هؤلاء الذين تقر أصابعهم بعلو الله هو هذا الجهمي المعاصر عبدالآدر حسين الله جل جلاله لأنتم في قياتهم السماء سيدي وهذه يقول إذن معت الله في السماء قلوا ما شئتم نقول ما قال ربنا يا جهمي أأمنتم من في السماء هل نحظتم كيف تلعثم كنت حوزة ليه لاحظ أن فطرته غلبته وأنه اضطر إلى أن يرفع أصبعه إلى السماء ولذلك لما سئل الجويني عن الضرورة التي نجدها في أنفسنا أنه ما من أحد يسأل ربه شيئا أو يدعو ربه إلا ويرفع يديه إلى فوق هذه ضرورة النفس فطرت على ذلك كيف؟ بالمناسبة رأيت فيديو لي عبدالآدر حسين وهو قصروا علو الله على علو المنزلة ليس كما فعل السلف أثبتوا علوين لله علو منزل دائم لا يكون في وقت دون آخر وعلو مكان لله عز وجل وقد كذب على السلف كعادته هو كذب كذب على السلف وزعم أن علو الله عند السلف علو المنزلة كذب ويأتي البخاري ليشهد بكذبه فقد روى عن التابعين أنهم أثناء حواراتهم مع الجهمية انتهى الأمر مع الجهمية إلى أنه ليس فوق العرش رب وهذا الأشعر يقول الله اتفقوا على أن الله على عرشه فوق سماواته دون أرضه ممكن تفصل ليش يعني دون أرضه لآلها يعني الله ما له منزل عند أهل الأرض بس له منزل عند أهل السماء فبيننا ثم ما معنى أن الملائكة تعرجوا إلى الله كما رواه مجاهد الذي أخذ التفسير عن ابن عباس روى عنه البخاري أنه قال من الله دي المعارج أي الملائكة تعرجوا إلى الله شو يعني تعرجوا إلى الله يعني بيصير عالي المنزل أيضا تعالوا منزلتها لذلك لك ممكن تفسلنا ما معنى قول موسى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل بين موسى وبين ربه في المنزلة يعني شفت أنك محرف ممكن نعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت حتى انتهيت إلى موسى معنات أن العلو كان إلى الله بدليل قول موسى ارجع إلى ربك بلك إلى متى إلى متى يا معطل تبقى على منهج اليهود في سمعنا وعصينا الله أكبر لماذا قال له ارجع إلى ربك يعني اعتقد بعلوي منزلة ربك شفت التحريف والقلقلة شفت القلقلة اليهودي أنتم ما ورثتم عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنتم ورثت عقيدة أرستو هو والمنهج الفلسفي هم الذين دافعوا عن هذه العقيدة اللي هي أن الله لا يجوز شوف أنا ممكن فرجيكم إيها بالإنجليزي الآن عن عقيدة فيلو العقيدة الفلسفية لا يجوز أن يكون في مكان دون آخر لا يجوز أن يحده مكان أو زمان هذه عقيدة الفلاسفة ثم ما معنى ثم ما معنى قول المحاسب أن الله على العرش بذاته كما في كتابه وقد نقلناه لك الفهم العقل وفهم القرآن للحارث المحاسب وهو صوفي بالبناسبة من الذين يعني من الصوفيين المعتبرين بالزهاد الأوائل الحارث المحاسب إذا أنت تخالف عقيدة الحارث المحاسب ما معنى قول الجيلاني أن لله استواء الذات لا كما قالت الأشعرية والمعتزلة وهذه مهم جدا تثبت مخالفتكم للجيلاني الذي تعظمونه وتفخمونه وتستغيثون به هذا البخاري يروي عن السلف كيف نعرف ربنا فقال عبد الله بن مبارك نعرف ربنا أنه على عرشه فوق سماواته شو بعبدك أكثر من هيك شو عندك حجج ماذا عندك من حجج يا أيها الجهمي المعطل ما عندك شي ما عندك أي حجج الحمد لله هذه عقيدتنا وهذا منهجنا وأنا ملاحك وراك وراك والزمن طويل حتى أفضحك وأكشفك أمام الناس أنا لها